موسيقى ليلة أمس نصف ساعة يعني الاتحاد المصري أرسل خطاب بده للأندية المباراة طبعا النهاردة ما بين الأول والتاني مباراة النهاردة اللي هيفوز هينهي الدور الترتيبي في المركز الأول أكيد لي لها مميزات وليها عيوب أكيد هنقاشها مع ضيوفي اللي منوريني في الستوديو برحب كابتن طاهر رجب نجمي نجوم ملادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أهلا بيك كابتن طاهر أهلا بحضرتك وانت طيب وبخير والقناة كلها بخير ان شاء الله رحب كابتن محمد سلعاوي نجمي نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أهلا بيك كابتن محمد وكل سنة وحدك طيب أهلا كابتن عيسم وكل سنة وان طيبين والقناة بخير والنادي الأهلي طيب خلينا عبلي يعني ما نروح لضيوفنا ونتكلم عن مباراة النهاردة ونعرف أهميتها إيه للحقيقة المباراة ترتبية ولكن لها تبعات قد يراها البعض بعد كده يعني أول أحسن ثاني أحسن بس خلينا استعرض الترتيب الدوري مع حضراتكم حتى اللحظة ترتيب الدوري حتى اللحظة المركز الأول اتحاد سكندري برصيد 23 نقطة المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 22 نقطة الزمالك في المركز الثالث برصيد 20 نقطة سبورتينج في المركز 19 زي محددكم شايفين معنا على الشاشة المركز الرابع سبورتينج برصيد 19 نقطة مركز الخامس الجزيرة برصيد 18 نقطة واسموحة سادس برصيد 15 نقطة والمصير للتصالات برصيد 14 نقطة وهيليوبلس برصيد 13 نقطة مباراة النهاردة اللي هيفوز زي محددكم شايفين فرق بيننا من الاتحاد السكندري نقطة واحدة بالرغم من إحنا كسبنا الاتحاد هناك ولكن نادي الأهلي تلقى هزمتين تلقى هزيمة أولى من نادي زمالك وهزيمة أخرى أو ثانية من نادي سبورتينج في المقرأ اللي فاتت يمكن دي اللي حطتنا تحت نادي الاتحاد بفارق نقطة ولكن الموضوع النهاردة مطروك لأرض الملعب هتفوز هتنهي الدور الترتيبي في المركز الأول طب خلينا نشاهد